موسيقى In the name of Allah أعزائي طلاب مدرسة المنتزة هنكمل مع بعض ان شاء الله revision وحل التدريبات للصف الثاني الإعدادي في الانجليش نيو هالو هنعمل مع بعض revision سريع على الجرامر بتاع unit 2 وبعد كده نبتدي سنة تانية نحل التدريبات مع بعض تعالى كده نشوف مع بعض كان لقيه الجرامر ونفتكر مع بعض الجرامر بتاع unit 2 كان الجرامر عندنا هو زمن present continuous اللي هو زمن المدارع المستمر يعني اين زمن المدارع المستمر وبستخدمه امتى بستخدمه لما بكون بتكلم على حاجة انا بعملها في الوقت الحالي زي ما احنا شايفين مع بعض في اول مثال بيقول لي ايه انا دلوقتي قاعد في درس الانجليش بتاعي المثال اللي بعده بيقول لي هي بتكتب دلوقتي خطاب دلوقتي المثال التالت بيقول لك ايه they are sleeping هم نايمين كل الامثال اللي قدامي دلوقتي ديه سنة تانية بتعبر عن حاجة بتحصل في الوقت الحالي ولسه مستمرة في الحدوث طيب تعال نشوف مع بعض الفورم بتاع present continuous اول حاجة عندي بحطها بحط السبجكت اللي هو الايه الفاعل وبعد السبجكت بيكون verb to be اللي هو am او is او are وبعد كده verb plus ing خلي بالك يا سنة تانية ان انت لو عندك السبجكت اللي هو الفاعل اي لازم تحط معاه اام ولو هي او شي او ايت واي اسم ولد او اي اسم بنت بتحط معاهم is ولو we او you او they بنحط معاهم or وطبعا اي اسم جامع برضو بياخد ايه or طيب دي كده كانت الجملة المثبتة تعال نشوف مع بعض الجملة المنفية اللي هي negative هانفي ازاي في زمن ال present continuous هيتلعلي كده في اول مثال عندي بيقول لي ايه i am not playing chess انا مش بلعب شطرنج واللي بعدها he isn't reading a book هو مش بيقرأ كتاب واخر واحدة معايا بيقول لي ايه we aren't driving بص معايا في الجملة كده سنة تانية انا كل اللي انا عملته في الجملة المنفية ايه في زمن ال present continuous كل اللي انا عملته ان انا زودت كلمة not على verb to be يعني am خلتها am not we is خلتها is not بس الجملة اللي مكتوبة قدامك ده بال short form بالاختصار فisn't we كمان aren't بنسيب الجملة زي ما هي بنحط فيها ال subject وبعد كده am not او isn't او aren't وبعد كده verb في ing تعال نشوف الفورم بتاعنا بتاع ايه الجملة المنفية الفورم عندي سنة تانية بص اول حاجة حطنها برضو subject وبعدها am not او is not او are not على حسب طبعا السبجكت بنحطهم وبعد كده فيها verb a ing طبعا عارفين وهنعيد تاني ان i هيجي معاها am not we will she will eat هيجي معاها is not will we will you with they هيجي معاها are not دي كده الجملة المنفية واخدنا الجملة المثبتة طيب تعال نشوف لو هنيجي نكون سؤال برضو في زمن بيقول لي ايه هنا في اول سؤال is sara cooking lunch now هل سارة بتعمل دلوقتي الاكل هنا شباب دوت ايه ده سؤال yes or no question طالما حدث لي is في البداية بقى معناها ايه هل فهنا هجاوب عليه ياما بyes ياما بno فهو بيقول لي is sara cooking lunch now لو سارة بتطبخ دلوقتي الاكلة هنقول ايه yes she is ولو ما بتطبخش هنقول ايه no she isn't طيب تعال لو عايزين نسأل سؤال yeah wh question هقولك ايه هقول بص معايا كده في السؤال المكتوب ايه what is he doing ماذا هو يفعل هو بيعمل ايه دلوقتي لما هاجي هرد على ال wh question سنة تانية هرد عليه عادي جدا كأني بكون جملة affirmative في زمن ال present continuous يعني لو هنيجي نرد على السؤال ده زي مطالع كده قدامنا بيقول لي ايه he is doing his homework هو بيعمل الواجب بتاعه يلا بينا نكمل حل مع بعض هنحل مع بعض اول حاجة complete واول سؤال عندي بيقول لي lying on the beach is space relaxing than working in the city هنا احنا بنعمل ايه سنة تانية هنا بنعمل مقارنة ما بين الشاطئ وما بين الشغل في المدينة فهتبقى ايه بالزبط هتبقى more relaxing يبقى هنقول lying on the beach is more relaxing than working in the city number 2 عندي بيقول لي you run space fast than me برضو هنا كمان ديت مقارنة ما بين حاكتين فهتبقى you run faster than me انت جريت اسرع مني كل اللي انا هعمله هنا ان انا بس هزود er للصفة لان احنا هنا بنقارن ما بين جريك انت مثلا والجري بتاعي انا فهتبقى هقولك ايه you run faster than me يعني انت جريت بطريقة اسرع مني number 3 عندي بيقول لي how many lessons space your school have every day هنا اللي نقص ايه عندي في الجملة يا سنة تانية اللي نقص عندي في الجملة هنا helping verb اللي هو الفعل المساعد وانا طبعا عارفين ان احنا بنحط helping verb بناء على السبجكت الفاعل اللي عندي وهنا الفاعل اللي عندي your school حاجة غير عاكل فهتبقى ايه بالزبط هتبقى does فهنقولك how many lessons does your school have every day كما عدد الحصص اللي موجودة عندك في المدرسة كل يوم طيب number 4 عندي بيقول لي ايه we must space to help the poor طيب انا عارف ان must دايما يجي بعدها verb انفرتف على طول من غير اي حاجة فهتبقى we must help the poor احنا لازم نساعد الفقراء يلا بينا نكمل مع بعض السنة تانية هنحل مع بعض الديالوج وزي ما تعودنا من الفيديو اللي فات ان احنا هنقرأ الديالوج كله الاول وبعد ان نبتدي نحل بيقول لي اول حاجة ايه مريم is telling Rodina about her daily routine Rodina do you have a daily routine مريم مريم I get up at 6 and 30 in the morning Rodina do you make your breakfast مريم my mom always makes it for me Rodina how do you go to school everyday انا كده يا شباب قريت ال ايه ادالو يلا بينا نبتدي نحل اول حاجة فوق مريم رودina بتقول لها ايه do you have a daily routine مريم طبعا مريم هنا هترد عليها الرد بتاع مريم هيكون ايه يا شباب بالضبط هيكون اكتر من طريقة ممكن تقول لها yes i do ممكن تقول لها sure ممكن تقول لها yes i have daily routine وطبعا اجابتنا دي احنا استنتجناها منين من خلال سياق والجمل اللي احنا قرينا هيبقى اول حاجة عندي هتبقى yes i have daily routine او انا عندي روتين يومي نمبر تو عندي ها سنة تانية كان سؤال من رودينة ومريم كان ردها عليه بتقول لها i get up at 6 and 30 in the morning انا بصحة ساعة ستة ونص يبقى رودينة هنا سألت لها ايه بالضبط امتى انت بتزحي من النوم فهتبقى when do you get up امتى بتزحي من النوم نمبر ثري عندي كان رد على سؤال رودينة اللي هو do you make your breakfast طيب انا هنا مش هعرف رد مريم غير لما هكون قريد السطر اللي تحت خالص اللي هو بعد نمبر فور بيقول لي my mom always makes it for me معنى كده ايه ان مريم ما بتعملش الفطار لما نفسها فهتبقى اجابة نمبر ثري ايه نمبر فور عندي ساعة سؤال فقلت لها my mom always makes it for me يعني ماما دايما بتعمل الفطار ليا يبقى هنا اكيد ردينة لتلاقي مين اللي بيعملك الفطار فهتبقى بالضبط who makes your breakfast مين بيعملك فطارك اخر واحدة معي قالت لها how do you go to school every day بتروحي المدرسة ازاي هنا رد زي ما انت عايز بس اهم حاجة تخلي بالك من وسيلة المواصلات يعني مثلا تلاقي buy car buy bus buy taxi on food على حسب ما انت عايز يلا بينا نكمل حل مع بعض السنة تانية هنحل مع بعض اللي تشوز نمبر وان عندي بيقولي ايه القدماء المصريين عملوا الاواني بتاعتهم من ايه اللي جنب او من عند الريفر نايل رحل النيل فهتبقى بالضبط اللي هو الكلاي اللي هو الطمي او الطين كانوا بيعملوا منه الاواني الفخاري طيب تعال نشوف نمبر 2 بيقولي هنا ايه tourist shouldn't space the places they visit فهتبقى السياح المفروض او لا يجب عليهم ان هم ايه بالضبط damage فهتبقى tourist shouldn't damage the places they visit يجب على السياح الا يدمروا الاماكن اللي هم مزروها نمبر 3 بيقولي girls like to help their mother space up everything فهتبقى بالضبط بيحبوا يصعدوا ممتهم في ان هم يرتبوا كل حاجة ويسيبوها كويس فهتبقى الايجابة نمبر B نمبر 4 بيقولي are people you don't know مين هم الناس اللي انت متعرفهمش فهتبقى بالضبط strangers اللي هم الغرباء نمبر 5 بيقولي good and kind people space money to help charities الناس الكويسة والطيبة بيعملوا ايه بالفلوس علشان او لي يساعدوا الجمعيات الخيرية فهتبقى بالضبط donate good and kind people donate money to help charities الناس الكويسة بتتبرع بالمال للجمعيات الخيرية لمساعدة الجمعيات الخيرية نكمل حل مع بعضي سنة تانية بيقولي if number 6 new trains are more space and relaxation than before الاطارات الجديدة القطارات الجديدة are a more comfortable مريحة اكتر ومفيها استرخاء اكتر عن زمن this space chart shows the state of the weather in Egypt in the last هتبقى الايه بتاع الرسم البياني اللي بيبين التقسي بتاع زمن فهتبقى this bar اللي هو شريط الرسم البياني number 8 بيقولي she doesn't space go to work eat a holiday يبقى احنا هنا هنختار ايه سنة تانية بالزبط هنختار she doesn't have to طب ليه هنختار have to لاني انا عندي doesn't في الجملة ما ينفعش اختار غير have to لاني doesn't يجي بعدها الفرب في الانفينيتيب number 9 عندي بيقولي africa isn't as cold space europe وطالما عندي as الصفة يبقى انا اختار ايه بالزبط هنختار as as الصفة as فتبقى africa isn't as cold as europe هي افريقيا مش ساعة زي ايه اوروبا اخر سؤال معايا بيقولي does علي leave in a small flat قلنا ايه no he doesn't لا هو مش بيش وبكده سنة تانية نكون خلصنا الجزء المخصص لحل التدريبات والrevision للصف الثاني الاعدادي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة